السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الوقت ده أنا عندي حلة فيها مية سخنة على النار بتغلي هحط معلقة ملح ومعلقة كمون وحط الكرومب بتاعي في المية وهزود من فوق كده مية سخنة هسبع حوالي بس 30 ثانية أنا مش عايز زهر الكرومب سواء هفرزه أو هحشيت الوقتي أنا ما بحبش الكرومب مهري خالص هي بس 30 ثانية وهقلبها الناحية التانية هسبع برضو حوالي 30 ثانية وهطلع ورقة ورقة كده بكل سهولة أحسن طريقة لسرق الكرومب إنك بتحط الكرومب سليمة وتطلعي ورقة ورقة كده لما بيتسلق أحسن بكتير لما بتفصصي الورق وبتحطيه في المية بحيث إن هو بيتكسر فبالنسبة لي طريقة دي أحسن بصوا أنا بشد ورقة ورقة الورقة اللي تطلع معي بايا كده مش محتاجة سواء أكتر والورقة لأنه أخضر ومش مهري ولا أي حاجة طبعا الورقة أول ما بتطلع بقى حطها في مصفة وعلى طول على الحوض بفتح المية الساعة عليها علشان أبطل عملية السلق بتاعتها لأن بيبقى فيها بخار البخار ده بيفضل يكمل السواء فيها وفي نفس الوقت بخسل طبعا الورق بعد السلق أنا بعتذر عن كمية البخار اللي طالع على الكاميرا أنا أسفة بشيل طبعا ورقة ورقة بالشكل ده هنا بقى مرحلة توضيب الكرومب مرحلة صعبة على ناس كتير قوي إحنا نعملها بطريقة سهلة النهاردة هنجيب كده الورقة ونطبقها اتنين كده من عند الهرق ونحط حوالي ورقتين تلاتة زي ما أنت عايزة على قد ما تقدري بس يا رب ياريت الورقتين يكونوا قد بعض وأقطعهم كده من النص وأقطع الأطراف دي ملاش أي لازمة معيها ومن هنا برضو بكل سهولة وكل وساطة مش محتاجين أي حاجة هنكرر العملية بقى هنتني ورقتين كده أنا هنا عملت تلات ورقات دي بصراحة بتبقى أسهل بكتير طبعا العرق والحاجات دي كلها مش هتترمي هوريك وأنا هعمل بيها إيه نشيل الأطراف دي برضو ملاش لازمة وهنقطعهم على اتنين بقى على قد المقاس اللي أنت عايزة عايزة أصغر من كده أعملي براحتك بصوا كله قد بعض زي المصدرة وحلوة جدا وسهلة قوي ما خدش مني وقت خالص وأنا بعمله هكرر برضو العملية تانية هنا حطيت أربع ورقات طبعا اللي أنا بقطعه ده هحطه في مصفى عشان أنا مش عايزة فيه أي مية بص العرق طريقة سهلة قوية ومش هتاخد منك وقت ولا أي حاجة وبص كله قد بعضه دي أحسن حاجة هحطه بقى كله في مصفى كل اللي هعمله كده هحطه في مصفى أنا مش عايزة فيه أي مية عشان ده أنا هفرزه وبعد ما حيس إنه هو تصفى كويس هحطه بقى في الطبق الفل وغطيه بالبلاستي كريب وهتحط في الفريزر هتحطيه في كيس هتحطيه في طبق زي ما انت شايفة كده زي المصدرة طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد أي وقت يارب يكون الفيديو عجبكو أنا رانيا كيشك وتي قناتي يارب تشتركوا في القناة ولسه مشتركتوش وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا أي فيديو جديدة نزله وتعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكو ما السلم